أهلاً فيكم في هذه الحلقة من سلسلة Passage of the Week في هذه السلسلة نختار قطعة من كتاب معين ونقرأها مع بعض نحلل الكلمات اللي فيها ونحلل النص عشان نضور مهارة القراءة عندنا كتابة هذا الأسبوع هو The Diary of a Social Butterfly للكاتبة موني محسن والقطعة للحقراءة هي جزء من الintroduction أو المقدمة Introduction What? What do you mean who am I? If you don't know me then all I can say is that you must be some loser from outer space Everyone knows me All of Lahore, all of Karachi, all of Islou and for God's sake Islamabad Half of Dubai, half of London, all those nice beers at Delhi's Imperial Hotel also But since you seem to be in outer space, wallah I'll ignore your ignorance this one time only and tell you about me I live in Lahore, Pakistan in a big fat house with a big fat garden in a locality called Gilbert which is where all the well-offs from backgrounds live خلانا نرجع لبداية النص كلمة what في السطر الأول وكلمة everyone في السطر الثالث ملاحظين كيف مختلف الكتابة جاي على المايل شوي هذه تدل على emphasis أو تأكيد لما جيت لما قريتها لاحظت لأنك وقيت what يعني إنه مصدومة هي إنه كيف أنتو ما تعرفوني Everyone knows me في فرق بين قول everyone knows me أو قول everyone knows me يعني إن أنا مرة معروفة What do you mean who am I? If you don't know me then all I can say is that you must be some loser from outer space أحس بداية السطرين كانت سهلة إنه هي جزلة تقول إيش قصدك إنت ما تعرف أنا مين لو ماكت لو أنت ما تعرفني معنى كلي اللي أقدر أقوله إنه أنت واحد فاشل اللي هو دوزر from outer space Space معناتها مساحة بس outer space معناتها الفضاء الخارجي يعني من كذر ما أنت تجاهل في الأشياء الترند والمشهورة والمعروفة في العالم الحين أو في وقتنا الحاضر أنت ما تعرف مين أنا فالدليل أنك أنت عايش في الفضاء حتى ما تعرف هذا المعلومة المفروضة لكي يعرفها لي أنا مين Everyone knows me All of Lahore, all of Karachi, all of Islo أنا أول ما قرأت الكتاب ما كنت تعرف إيش Lahore, Karachi و Islo بعدين لما كملنا القرية قالت I live in Lahore in Pakistan عرفنا أنها مدن في Pakistan Oh for God's sake, Islam Abad Islam Abad طبعا مدينة ثانية Half of Dubai, نص دبي, نص لندن And all of those nice beers at Delhi's Imperial Hotel also طيب خلون أحبترض أن نحن ما نعرف إيش Delhi بس هي مدينة Delhi's Imperial Hotel also لما هي جزء تقول أن أنا من كذر ما أنا مشهورة الناس يعرفوني هنا وهنا 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 نخمن أن Delhi's Imperial Hotel يعني شي مرة كشخة والناس اللي هناك اللي يشيرون الأشياء يعرفون أنا مين يعني من كثر ما أنا مرة معروفة But since you seem to be an outer space من الفضاء الخارجي I'll ignore your ignorance This one time only and tell you about me I'll ignore Ignore ignorance من أنتها الجهل He ignore يعني أنتها جاهل Ignorance من أنتها الجهل لما هي تجدوا I'll ignore your ignorance يعني ما رح أتجاهل عن جاهل لقصة أني رح يعني أسامحك هذه المرة أن أنت جاهل ما تعرف أنا مين This one time only يعني بس هذه المرة I'll tell you about me ورح أعلمكم أنا مين أو علمك أنا مين I live in Lahore Pakistan عيش في Lahore Pakistan In a big fat house with a big fat garden Big fat بالعادة ما تنوصف على حديقة أو بيت يعني لما نجي نقول عن بيت كبير نقول in a big house or a large house ما نقول fat house بس هي هنا قصدها أنه من كثر ما إحنا أغنية أو من كثر ما أنا عيشة بثراء It's a big fat house يعني fat هنا جاي زي الأنفسس أو التأكيد زي ما نقول كبير جدا بالعربي نفس الشيء هنا نقول big fat lie مثلا هذي كتبة مرة كبيرة عظيمة عرفتوا كيه نفس الشيء big fat house big fat garden in a locality called Goldberg قصدة هنا أنه زي المنطقة أو الحي اسمها Goldberg which is where all the well-offs from good backgrounds live well-offs يعني ناس عايشين حياتهم كويسة أو حياتهم يعني حيات رخاء from good backgrounds live background بالعادة لما نشوها بأفلا ومستلسلات معناتها اللي هو استجل الشخص مثلا لو سوا جرايم أو سوا أشياء وين راحوا والمدرسة وين عاش وإش الموظائف اللي سوا هذي background بس هي هنا قصدها good backgrounds يعني أهلهم وأهل أهلهم والأجداد وكلهم جايين من عوايل غنية وعوايل ناجحة مثلا في عندهم business وعندهم شركات معينة ناجحة live يعني وين هذين الأشخاص يعيشون أتمنى كهات حلقة هذا الأسبوع موفيدة واستعلمت منها شيء جديد كالعادة إذا في أي كتاب حابين نجرى مع بعض أو نجرى من قطعة معينة اكتبوا لي اسم تحت في التعليقات ورح نجرى مع بعض في حلقة الأسبوع الجاي من The Passage of the Week لا تنسوا تعملون سبسكريب للقناة حتى يوصلكم كل جديد